ولذلك يا جماعة ما أفزل بإعلم الغيب إذا سليمان عليه السلام هدهد بيقول لك وذاك موسى عليه السلام وذاك إبراهيم عليه السلام والرسل كلهم في سورة المائدة قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يا رسل إنت بعد مدت هل حصل وراكم شنو ده يرد على الناس اللي بيعتقدوا في الأموات الشيخ ده والله فيه قبره عارفني بعمل فيشنو كأسي كانت كلمت فيه بسمعني تلقى يرجف هنا ده والشيخ في المغابر وتجي ركشة يعني الشيخ لو حي في ديوان بغادي ما بسمع في المغابر تلقى ورجف منه هنا حقيت وحقيت في السودان ده والله أنا قال إبليس ده لو شيرب جبن بين جنزبيل شفتها ذاته ما بيصل الله أعلم وفات لكن يعني بتحير ذاته شغل ذاته عجيب ذو لي أخي أعتقد عقيدة زي ذي قال يوم يجمح الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا دي للرسل ورانا حصل شنونا ما عارفين لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يقول لي أخي شيخ يعلم غيب قل لا يعلم من في السماوات ووعد قول دي آيات في الأصنام لأنه من في اللغة العربية للعاقل ديك ما ما اللي غير العاقل دي للعاقلين عديل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وكان مولانا بيعلم بإذن الله الله اداليه الله قال ما بديه رأيك شنو قل ليه وين بس قال في سورة آل عمران قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب واضح قال لك دي ما بديك لها وما كان الله ليطلعكم على الغيب شكرا لما واحد من العلماء تنقل عن الشيغة الألباني وعن غيره من المعاصرين بنقولوا عن الشيغة الألباني لما الواحد جاء وقال ليه دار ناظرك في علم الغيب أنا بأعلم الغيب قال ليه تبتعلم الغيب آي دار تناظرني أنا آي عندي لك سؤال واحد قال ليه تفضل سؤالك شنو قال ليه تا عارفوا سؤالي ولا ما عارفوا قال ليه قول سؤالك ما عارفوا قالوا يتا ما عارف سؤالي تعلم الغيب كيف دي من من أول دقيقة جاب دا اسمه قون في الأشواط الإضافية والله طوالي دا صح التعب انتهى منه مرة واحد ما بزول بعلم الغيب أي ما نازل بيخدشوا الناس ساي والله دا قفهم مقالب ساي يا أخي فكي ما عارف أي شي يا عندنا في شرق النيل والله واحد يمكن السيقاعد في المحاضرة دي أخونا اسمه أبو لغمان قال ليه مشيت زمان قال ليه مش كنا شفع مشيت قال ليه عندنا دجال بنا مش ليه بقول لنا بعلم الغيب وقال ليه بيقول لك غمض بعرف نيتك شنو ويقول لك الحاجة دارت ناويتها دي دارتها مش فيها لو فيها خير أمش فيها ولو فيها شر بيوريك بيقول لك ما أتى مش فيها دا ادعاوه كذي شو قل العلم غيب قال مشيت ليه قال في واحد جاو وقال الشيخ عنده بيته كبرت ما اتزوجت ودار دايرة بس يزوجه بأي طريقة قال دا جا قاعد قدام الشيخ قال ليه غمض غمض مسافة كذي قال له موضوعك دا ما فيه خير ما اتمش فيه قدام كذا الشيخ قل كلام غير دا قال لا 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 موضوعك دا ما اتمش فيه والله دا ما فيه خير الله قال له الشيخ أنا كنت ناوى أتزوج بيتك لكن وكي تصلوا ما فيه خير خلينا تعال قال ليه ايما عندها اسمين اتا ناويت بيبخيتة ولا بيكلتوم دا رجاء سفة معا في أي طريقة بس بلعبوا بحقول الناس سازول ولكا ستة الودع أرمي الودع ماهو ليكاش كشي شوفيه لي كان فيه شي غليه لي ما تختشي يا عارفة شي ستة الودع ويجبت عذابي بتدك تيمان ولكا بيجوك تيمان ولما انتموت بتموت والدبر عذابي بس هدي حلوة كيف بلعبوا بيعقول الناس يا ناس والله الذي لا يلا غيره الغيب دا زمان عليك الله قرر القرآن دا بس اقرأ صفحة ستة بس سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن كثير أي أسماء الأشياء دا جبل دا شجر دا بحر دا نهر دا وادي دا كذي الاخير وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة مجعل الأولياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سؤال موجه للملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تأتي تقول لي أنطقوا بالمغيبات بغشوك بتكمل قروشك زي والله أنت مش لي دجال فقدت أي شيء لأنك صادمت القرآن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ما مؤمن بالقرآن قرآن ده قال لك في غيب والغيب ده ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو واضح لا نافية إلا استفنى ونافي بعد الاستفنى ده حصر وقصر واختصاص في اللغة العربية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو براو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ده الله بس قال الله خاطب البشر في سورة النجم قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى شو الكلام ده واضح كيف أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخر الآية يغال الله سبحانه وتعالى قال في سورة هود ذكر قصص الأنبياء مجموعة منهم ذكر قصة نوح عليه السلام ذكر قصة هود عليه السلام ذكر قصة صالح عليه السلام ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة هود لما ذكر قصة نوح عليه السلام في البدايات وجهتم القصة وذكر الغرق وذكر وذكر قال للنبي عليه السلام ده الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى قال في سورة يونس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك تعني ذلك أعلم الغيب دي صف له قال تعالى في سورة النهل ولله لا لغيره ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وقال تعالى عن نفسه في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ده الله سبحانه وتعالى